اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و زكاة البدن نعم مرؤوخة we mentioned it is of two types زكاة of your wealth or زكاة of your body زكاة البدن هي زكاة الفطر نعم زكاة البدن هي زكاة الفطر نعم so the زكاة of your body is زكاة الفطر زكاة الفطر تجد على من نعم زكاة الفطر is an obligation upon whom كل من غربت عليه شمس آخر يوم من رمضان تجب عليه زكاة الفطر سواء كان صام رمضان أو لم يصوم لو أسلم قبل الآذان المغرب بثاني تجب عليه أنه غربت عليه الشمس وهو مسلم نعم لذلك زكاة الفطر هي كل مُسلم على كل مُسلم على الذهاب على الذهاب في رمضان مثلاً إذا كان لدينا مُسلم وقبل الآذان المغرب بثاني في رمضان لذلك يجب عليه زكاة الفطر لماذا؟ لأنه زكاة مُسلم على الذهاب في رمضان تجب على الحر وعلى العبد والذكر الأنثى والصغير والكبير صام رمضان أو لم يصوم ويستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين نعم والذكر الأنثى والذكر الأنثى والذكر الأنثى لذكر الأنثى لذكر الزكاة الفطر ما قدار زكاة الفطر؟ صاعا من طعام إنه صاع من الطعام ما هو الصاع؟ ما هو الصاع؟ أخشى أننا نطيل في هذا قدر العلماء عندنا اليوم قرابة أن تخرج ما يساوي ثلاثة كيلو جرامات من قوت البلد ثلاثة كيلو جرامات من الرز أو من القامح أو من الشعير أو من الزبيل أو من التوم نعم أو من الطعام معروف عند أهل المغرب العربي الآخر من هذا الناس لدينا لتسلحان المهمة المحل المليات في درجة كالك دراجة فالك دراجة ومرحة لدينا رجاء إجراء مدى مايجا لدي ه "-أنيو لعندسجر إلينا في البلد لقد إن ذلك نقوم بارض أو مضع أو مئن تعليم والأيض، أو يكن ما يتم دفع إن يجب أن يكون هاتفاً أجل أن نقوم بغاية ثلاثة ranًا الاثر أننا نخلج زكاة الفطرة كما أخرجها النبي عليه الصلاة والسلام من طعام نعم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقوله وأحوط هذا إذا أفتاك عال تثق بدين وبعلم وأخرجت زكاة الفطر مال فأنت على من أفتاك لأشكال في هذا لكن هذا قلنا الأحوط والأبرق للذنب أن تخرجها طعام وإذا ترى أن الفقير بحاجة لما أعدل زكاة الفطر طعام ثم تصدق عليه أخي من عندك نعم إنك تجد أحد يجب أن يجب زكاة الفطر في الفطر وضع مينة نعم تُعطى زكاة الفطر للفقراء والمساكين نعم نعم زكاة الفطر who should it be given to or who should it be donated to it should be donated to those people who are فقراء and مساكين لدينا إنسان يكفي في عام هجري مئة كيلو من الرسل مثلاً مثلاً 100 كيلو من الرسل يكفي في عام فهذا لديه في ليلة العيد خمسين كيلو جرام من الرسل هذا يمتلكه نعم وفي اليوم العيد لديه مثلاً 50 كيلو من الرسل الذي يمتلكه هل تجيب عليه الزكاة؟ أجد المساعدة ماهجة الزكاة العثمان لأن نعم نعم لأنه عرقاة عثمان هل تجيب علي هذا الوصف؟ لأن هذا الناس لديه أجوام من المحتمل أن تستمر خامتاً في نحن ذلك هذا الناس لديه أجوام من المحتمل فيه لأخير سيحون ماهجة 100 kilos of rice he has 50 kilos of rice so he has at least six months worth of food for himself so therefore it is an obligation for this person to donate zaka and we said that this person his basic needs are that he requires 100 kilos of rice for the whole year as an example but he only has 50 kilos of rice we said because he has enough rice lasting for that day he then has to give out the guy he has to donate zakat at the same time are we allowed to give him zakat in order to fulfill his yearly annual need yes we are so therefore a person at the same time he can give up zakat and at the same time zakat can be given to him zakat if i don't want to be a person and will be an active person at that time zaka an example of these years of a prayer they have leaders of exercise and they are asking if they want to have zakat and realize that they are not going to take it anymore I want them to take it to god and take it to god but the first thing is to forgive this and the most important thing is to do especially if there is an issue which is the problem as when we are asking إذن، أستطعتنا أن نريد مرحببتنا عن الزكت من هذا المرحب والنبدأ في أخرى، أثناء مثلًا، المام يأتيً لنا أستطيع التطالي أو فضاء هذه المرحب بالناسبة في منطقة họ، كمهربتنا احتضاء المرحب والنبدأ على المقربة، من المعرحب أن تخضر في هذا المرحب بها في واحدة المرحب، وقت إخراج زكاة الفطر لها ثلاثة أوقات وقت جواز وقت استحباب ووقت محرر محدودة زكاة الفطر وقت جواز في يوم التاسع والعشرين وفي اليوم الثلاثين من رمضان ووقت استحباب من صلاة فجر يوم العيد إلى صلاة العيد هذا أفضل وقت استحباب ووقت الثالث هو وقت تحرير وهو أن يخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ثم الثالث هو وقت تحرير الزكاة الفطر وقت تحرير الزكاة الفطر إلا إذا كان هذا لعذر إلا إذا كان هذا لعذر هذا الأخ مثلا اشتغى زكاة الفطر وقال أنا أصلي الفجر بإذن الله وأعدي زكاة الفطر في وقت استحباب ثم التكع قليلا فناء ثم التكع قليلا فناء ولم يستيقظ إلا السعى عاشية وبعد انتهاء صلاة العيد ولم يستيقظ إلا السعى العاشرة وبعد انتهاء صلاة العيد و Danه يخرج فى مهلك لأنه لم يُفرط ولن يدم 15 لذلك هذا الرجل يمكنه الزكاة الفطر في هذا الوقت ويوجد هناك مشكلة لذلك لماذا؟ لأنه لم يكن تفضل مع اشخاص القسم الثاني زكاة المال ثم لدينا الزكاة الزكاة وهو زكاة المال زكاة الزهر والفضة وما يقوم مقام الزهر والفضة من العملة ورقية نعم لذا هذا زكاة منك مال هو زكاة من المال يعني مثلا اشتبليني او دولار او يورد او ريان شعود نعم اذا هذا اذا الاموال التي تنتج فيها الزكاة الاول الذهب والفضة وما يقوم مقام الذهب والفضة كالعملة ورقية الموجودة اليوم نعم 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 بالنسبة للذهب مقدار النصاب في الذهب خمسة وثمانين جرم نعم نعم اما مقدار النصاب في الذهب اما زكاة العملة الورقية عندنا اليوم كم النصاب فيها نعم نعم عندما يحول الحول على هذا المال يعني يمر على هذا المال سنة كامِة هجرية يأتي في نهاية هذه السنة إلى من يبيع الذهب والفضة نعم كما شخص اذا كان هناك فيها م金ight والنصاب حد الحر نعم يسأل هذا الباع 85 جرام كم تساوي من البارد يقول مثلا تساوي 300 بارد ويقول طيب 595 جرام من الفضة كم تساوي؟ قال تساوي 150 بارد مثلا أي هم الأقل؟ الفضة لديه كم من المال؟ 150 إذا تجب فيها الزكاة لديه 120 لا تجب فيها الزكاة نعم ويقول تساوي لديه واحد نعم نعم مرحبا نعم نعم وشفكن هذا كما تساوي نعم الزكاة الزكاة إذا أرزوك أن 85 غرمز سفوطة أولاً تستطيع عملاً ثم سأرزوك أنه لأهل أن مجمع أن 895 غرمز سفوطة الي نظر وإذا أرزوك أن 895 غرمز سفوطة الي نظر تستطيع أن يجعل القبيل بسفتح لقلقة التسطيع المنظم الم Uضائر لكسطة تحت للقم إذا كان لديك 120 بلد فلا لا تضعه كبير أقسم على أربعين بالآلة الحاسمة 2.5 لا لا أتركها لأنه لا يعرفهم ذا حين 2.5 أتركها هو يقسم على أربعين وقتها نعم لأنه تقول ثلين ونصف المئة ما يعرف بالحساب أسهل ما يكون الآن تأتي بالآلة الحاسمة وتقسم على أربعين أحصل لك الناتش والحمد لله هي ثلين ونصف المئة أسر نعم نعم قد لو كان لكي لديه بحزن ١٥٠٠٠٠٠ أو عنصل ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ فعلتنا بأنها تقسيت وقف معك وقف المنزل والفاتف بحزن الأن ليتكلم عن البعض ودفعها معك وعينا سياروخ بحزن الناتشان وحزن الفاتف تsiهر كما هذا فجراء العبادة كل ما أعد للبيع والشراء يجب فيه الزكاة إذا بلغ النصار وحال عليه الحول أي سنة هجرية كاملة. نعم. وكذلك أيضاً مثل هذا هو عروض التجارة أيضاً أيضاً الناس التي تظهر على الناس لكي يجب أن تظهر على الناس لكي يجب أن تظهر على الناس لكي يجب أن تظهر على الناس. قطع مرض تجارة أيضاً محل سبرماركة بيع ماد الغذائية بيع سيارات قطارات طائرات نعم، فلأه نقضى أيضاً ما بين Reporter Now let's say that person has a shop selling clothes. A person has a supermarket. A person has a garage in which he is selling cars. A person has aeroplanes. Or trains. فقط .. شكل تحضير حول exactly قولة القولة العوض على على الأمام 2.5% يعني اعني سياسي على أربعين طبقًا شخص فقط صبيرة من ما يملكه من ما يملكه في قصة هذا الخطوة ما بتقصر الزكاة و أخذنا وما تقصر الزكاة المعارض الإصدار وتقلل عاصمن الطاق وما يقوم مقاماً نكتب الناقض من العملة الوحيدة بسم الله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد في المساعدة المساعدة قلنا بلغة ذكات ذكات على مرحبك أعطي المرحبات على مرحبك وعطي ذكات على المرحب والمرحب ومعارضة عرّة الناس الناس في المرحب والمرحب الرسم الثاني أيضا مغمع ما تعلق بالرغوظ والتجارة كل ما أعدى للبيع والشاعة نعم ونضعنا أيضاً الزكاة التي تتحدث مع عرود التجارة يعني كل شيء التي تحضر كل شيء التي تحضرها تحضر للشخص الثالث السائمة من بهيمة الأنعام من الأموال التي تجد فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام أي ما كانت توعى كل الحول أو أكثر الحول دون أن يحضر لها يعني هذا الذي يملكها بطعام أو شعير أو ماهلا ذلك هذا معنى السائمة السائمة هي التي توعى كل الحول أو أكثر الحول نعم and then also there is a zakat there is an obligatory charity that a person has to give on the cattle that he has that is free grazing i.e. a cattle that is allowed to to graze the land and the farmer doesn't have to come with food for the cattle for a year or for most of the year يعني لا يأتيها بطعام ترعى يقول الفقهاء من الحلال من المباح يعني الأشيار التي لا تكون ملك لأحد so this cattle it is free grazing it is out and it grazes and it eats from that which is permitted so it doesn't graze you know the crops the crops of the other people but trees and grass and that which is free and that which is possessed so it's the cattle that isn't given food and feed by the farmer cattle which is free grazing there is no week so هذه الأنمال لا يتحدث. وإن كانت تسبح الله سبحانه وتعالى لكن بكلام لا نفهم. وعندما نعلم أن الأنمال يتحدثون الله و يتحدثون تسبح الله. وعندما هذا يفعل في صفحة أو صفحة ما لا نعلم أو نفهم. لذلك يتحدث أن الأنمال لديها واحد أو واحد أو واحد. أنا العادل. بفلو بفلو. 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 نعم. طيب. والأغنام كانت من الضأن أو من الماعش. نعم. 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 حبود. حقد عام شغي. وا مجرد ما يخرج من الأرض ندفع الزكاة مباشرة وآت حقه يوم حصاته نعم عند بلوغ النصار والنصار في الحبوب والثمار 300 ساعة والمقدار الواجب في الزكاة فيها نعم أننا نخرج إذا كان هذا الزرع نقوم بسقيه بكلفة يعني بمال وإخراج ماء من الأرض ومولدات وما إلى ذلك فهذا يكون فيه نصف العشر نصف العشر وإذا كان السقي لهذا الزرع إذا كان السقي لهذا بغير كلفة يعني من الأنطار أو هو يعني يتفرع بجذوره من الأرض يعني يسقى بدون أن نتكلف فيه شيء فهذا فيه العشر يعني نقسم هذا الخارج على عشر ونخرج العشر والتسعة أحشار لصاحب هذا الزرع نعم نصف العشر نصف العشر إذا كان بكلفة يعني تقسم على عشر ثم تقسم على اثنين لا so in terms of how much we give from these crops then we have to look if you as a farmer you're irrigating these crops with your own water with your own cast with your own pipes for example and you have to bring water to the crops then you give Nisful عشر which means that you divide it into ten and then you divide it in half again and then you give a part of this for the pot where you keep the rest for yourself أجل هذا hollowًا that if this crop is growing by itself there's already water there the roots of the crop go down and then take you water and you don't need to irrigate it or you don't supply water for me then you give inheritance so you take the crop once you harvest eight you split it you divide it into 10 parts you give one tenth to the poor people and you give you and you إذا ذكرنا أن الزكاة الواجبة إما أن تكون زكاة مال أو زكاة بدل نعم ما فيما تقدم أن زكاة الفطر تدفع لفقراء مساكين ما من هم الذين ندفع لهم زكاة المال أما زكاة المهد الذي يعني زكاة الفطر لدينا قرار بأن زكاة الفطر يتسيدن للفقراء والمساكين الأخير والأطريق المعني ولكن في حدث زكاة المال 얼마나 زكاة المال على سيمانك توفي من من الناس الذين نجعل هذا زكاة كلفاية؟ نعم هم أصناب ثمانية ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن إنما الصدقات للفقراء الفقيد هو الذي لا يجد شيء أو يجد أقل من سنة وتقدم معنا أننا نعرض الفقير والمسكين ما يكفيه إلى سنة هجرياً لأن الزكاة تأتي في كل عام نعم إذا كانت هذه 8 أشخاص من الناس التي يمكنك إعطاء الزكاة لك هناك 8 أشخاص وهم يتكلمون في القرآن في واحد آية و الله قال في القرآن إنما الصدقات أي الزكاة يعني الواجب فإذا كان لا يجد شيء أو يجد كفاءة أقل من نصف العام فهذا فقير فإذا كان يجد أكثر من نصف العام لكن لا يجد ما أكثر من نصف العام فهذا مسكين القسم الثالث العاملين على الزكاة العملون على اخذ الزكاة من الناس وهما الذين يقوم بتعينهم السلطان وكان عليه الصلاة والسلام يرسل من يأخذ الزكاة من الناس وكانت المؤسسة العلماء Nagso و receiver أيضا Goddess وض PIB أما أكثرned في تلك القائمة وهم يمتغرب أمرياً تلك المسلمين المصدرين المسلمين قرارة بها بحاجة يحصل علىهم بإمكانهم بإمكانهم وراء دخول ذكاة الرافت صلى الله عليه وسلم يخام البشرين ويقوموا بإمكانهم بإمكانهم تدخل ذكاة وخلص ذكاة مهم من أجل ذكاة ولكن إذا كانت مجرد إلى هذا الأخ تعجر أو غني من الأغنياء وقال خذ هذه أريد أن توزع هذه الزكاة على الفقراء. فوزع وأخذ منها جزء. لماذا تأخذ؟ قال أنا من العاملين عليها. نقول لا أنت لست من العاملين عليها. العاملين عليهم الذين ولاهم السلطان. أنت وكيل لهذا الغليب. نعم ما تأخذ شيء إلا إذا أعطاك هو من عنده. نعم. إذا أخذ Somebody's rich person and He goes to another person, He says to him that Here is my Zakat. I'm giving it. I give it to you go out and give it to the poor people. So this person goes out and distributes this zakat to the poor people. And then at the same time, He takes something of this zakat for Himself. We ask him why did you take this zakat And he says because I am from the I am from those people Who entered into this ayah Because I am distributing your zakat We say no you don't enter into this description Because this description Are those people who the rule of The country has entrusted And made it their job to go out And give a zakat You are merely a representative Of that person who gave a zakat So therefore it's not allowed for him To take anything from the zakat unless يجب أن يضعه من ذلك لفعل هذا العمل من ذلك نعطي الزكاة من حديث عهد بإسلام نعطيه من الزكاة حتى يكون هذا سببا بإذن الله لبقائه في الإسلام أو من نقمع في إسلام حديث عهد بإسلام أو من نقمع في إسلام يعني قريب للإسلام وكذلك نعطيه من خلالنا نعطيه من خلالنا في حد أشياء إنه تطرقنا الإسلام ونحن نعطيه من خلالنا في إسلام وإننا نعطيه من خلالنا، أعطيه من خلالنا العبد نعطيه ما حتى يعتق هذا العبد ولا يبقى في الرأي لأن الدين الإسلامي يتشوّق إلى العتق نعم 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 يمكن أن يكون هذا الدين حقيقي إخواننا لأننا في هذه الأيام سأتيه على تنامج إخواننا من عليN يمكننا أن نعطي من عليه المهابلغ على أولادي وعلى نفسي أو يشتري أشياء. لكن نعطي من يطالب هذا بالديد. نعم. And the reason why we don't give this money to the person in debt is because we won't benefit anything. He might take this money and spend it on himself or his children. So therefore we give it to the person who he is in debt to. I whose money it was originally and we free this person's debt. أخوانا بعض الناس يأتينا اليوم. يقول أنا لدي دين. نقول طيب ما هذا الدين. نعم. Sometimes nowadays people come to us and they say that we want the cash money because I have a loan upon me. And you say to him what is this loan that is upon you? What is this debt that you have? يقول أنا اشتريت سيارة بورش. He says I bought a Porsche. وأحتالي لها سداد قيمة هذه السيارة. And I need to now pay off the debt of the Porsche. أنا غارب. لا بد أن تعطوني من الزكاة. I am now drowning in debt and you have to give me your zakat. نقول أنت بيع هذه السيارة تعالي أعطينا نحن من الزكاة. He said to him that you go sell your car and give us some money from your zakat. لكن هذا الأخ مثلا. But there is another brother for example. حصلت له قضية. That he had a particular problem or an issue. And the government have chosen to fine him to a certain amount. And this person he doesn't have any money. And if he doesn't pay this money then they imprison him. فهذا نعطي من الزكاة. So this person we give him from the zakat. لأن هذا الدين في الغائب أنه لم يدخل إليه باختياره. نعم. Because this debt in most instances it wasn't because he wanted it. أو كان مطبر لهذا الدين. كان اشتار حتى يأكل أو يشرب مثلا. أو يجار بيت مثلا. أو يجار بيت مثلا على ما هو متعارض عليك. لأن بعض الناس قال إليه قصر. نعم. هذا نوع من الغارمين ممن عليهم الدين هذا نوع من الغارمين ممن عليهم الدين هذا الدين عليهم هذا الدين على نفسه إمام المسجد جزاه الله خيرا جاء إليه رجل مع زوجته نعم إمام المسجد جزاه الله خيرا القضية كبيرة جدا وكادة تصل إلى الطلاق وكادة تصل إلى الطلاق فقال الإمام أنا أتحمل أن أدفع لهذه الزوجة حتى لا تصل هذه القضية إلى الطلاق أدفع لها شيء من المال وكادة نص نح بينكم إمام يقول إن أجل أن أتحمل أن أتحمل هذا الملاحظ وإن أجل أن أتحمل المهم أن أتحمل المهم أن أتحمل المهم لتطلق إلى هذه المملكة إلى الطلاق لا تصل إلى الطلاق لذلك 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 سترجم إلى الزكاة فهذا نعطي من الزكاة كذا لذلك فقد يمكننا فإن لهذا ذكاة نعم أنه الزكاة للفقرات والمساكين والعملين عليهم والمقلب تقلومه وفي سبيل الله في سبيل الله يشمل كل أبواب الخير نعم كلهم على ذلك. ثم أيضا في سبيل الله في طريق الله. وعندما نقول في سبيل الله في طريق الله يعني أنه يمكنك أن يكون لديه زكاة لها. هذا ليس صحيح. لأن هذا ليس صحيح. لأنه لو كان الزكاة هنا في سبيل الله يعني في كل أبواب الخير لكانت الآية إنما الصدقات في سبيل الله يشمل فقارات والمساكين والعملين عليهم وكل شيء هنا في سبيل الله الجهاد في سبيل الله نعم لذلك يعني في سبيل الله هنا الجهاد في سبيل الله لأنه إذا كان هذا آيه أو هذا كان في سبيل الله تشمل أن يمكنك أن يكون زكاة في كل أبواب الخير لذلك لن يوجد أي نحتاج لتعلم كل هذه 8 محن لذلك آيه يجب أن يكون صحيح الصدقات في الطريق الله لأن الطريق الله لقد تكون المساكين المساكين والمساكين 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 والأبواب الخير لذلك هنا يعني في سبيل الله هو جهاد في طريق الله لكن لابد أن تتحرى بخاصة في هذه الأيام في دفع الزكاة للجهاد لأنه قد تدفع هذه الأموال لغرافره أو تدفع لمن يأخذ هذه الأموال ويقتل بها أولادها أولادها ويسببها نشاء نعم فلابد أن تتحرى في هذا السؤال كبار العلماء أو هيئات موثوق مئة بالمئة نعم ولكنساً كما تدفعنا من هكذا لذلك لأنه قد تكون مصعيه في سبيل الله فلأنه تتحرى بكثير ويقتل بكثير ويقتل بكثير كما تتحرى لأن هذا المال الذي تتحرى في سبيل الله جهاد في طريق الله سيئة 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 السيئة لتعطي جهاد في طريق الله ، تجلب من المسلمين أو تذهب إلى تلك المسلمين التي تجلبون 100% ومعبارة 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 وابن السبيل نسب إلى السبيل نسب إلى الطريق لأنه خرج عن وطنه وعن بلده وعن ماله فهو الآن منقطع لا يستطيع أن يأخذ المال الذي لديه في بلده فنعطيها الآن ما يكثير من المال حيث ترجع إلى بلده لكن تعرف أن في هذه الأيام أحيانا قد يقع هذا أحيانا قد لا يقع سهولة الاتصال وحسال الأموال نعم ثم الانتقال المسلمين التي يمكنك أن تجلب من المسلمين في حالة زكاة هو ابن السبيل وهذا هو المسلمين الذي كان يجبون المسلمين الذي قامت بها وقد ذهب إلى مدرسة مرة لا يستطيع سواء لديه من المسلمين وذلك نحن نعطيه من المسلمين من المسلمين وهذا من المسلمين لديه ويجب أن يتعرف ايه بالرغم ويجب أن يتعرف ايه بخير لكن بالطبع في الناس في الناس ستعرف أنت يمكن أن يحدث بعض الناس تجدون من المجلسين يوجد مفرارات البعض ويوجد أن لا يوجد بفرصة الدنيا لكنه مبارك ويجب أن تحصل الى الأسبوع لأن المتعلق لديه بفرصة الدنيا ويوجد أن يكون تحصل لديه المال الزكاة أو كثير. نعم. So those are the people who were allowed to give a zakat to. However, there are other groups of people that were not allowed to give zakat to at all. Even a small amount we don't give them anything from our zakat. الغني. So a rich person we don't give zakat to. والقوي المكتسب يعني عند الإنسان ما جاء الله معافر وقوي ويستطيع أن يعمل فهذا لا نرطي من الزكاة. نعم. أيضا person who is able healthy, well and strong and he can easily find work. So this type of person, because he is able and well and he can find work, then we don't give him from the zakat. وَلَا لِبَنِ هَاشِمْ وَمَوَالِهِمْ يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بَنُوا هَاشِمْ وَمَوَالِهِمْ نعم. And also we don't give to the family of the Prophet or the descendants of the Prophet صلى الله عليه وسلم أي بنُوا هاشِمْ وَالَّذِينَ أَعْتَقْهُمْ بَالْمُهَاشِمْ هُمَّ وَالِهِمْ نعم. And also the freed slaves of the descendants of the Prophet صلى الله عليه وسلم. We don't give them zakat. وَلَا عَلَى الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ يعني من تجب عليهم النفقة. الآن يجب عليك أن تنفق على زوجتك. وتنفق على أولادك. وتنفق على الأب والأم. بعض الناس حتى تخلص من النفقة قال أريد أن أدفع الزكاة لبني لزوجتي. والزوجة تقول أدفع الزكاة لزوجي. وهكذا يعني. نعم. لكنه لا يقومون بها لذلك لذلك للمحاولة ان نذكر من عزقها كان هذا يعطينا على نفسنا فقط تقوم بعمل على نفسك ان تقوم بحثية على مجهد والدetta ودعم لديهم وزوجة النخوات فبتنى بحثية التي để خلصها تقوم بجيئة تقوم بحثية فبتنى أن أخبر أخبر مجهد وتتقوم بحثية إذا ما تعلق بالزكاة الواجب في المال وهذا ما تعلق بالزكاة الواجب في المال أما التطوع فيصح أن تعطى بشرط أن لا يدفع هذا المال إعان له على منكر لأن تعرف أن قد تعطي بعض الناس اليوم ويستعين بأن الصلاة والسلام على أشرب الخامر أو غير هذا وكل ما كانت الصدقة أو الزكاة أنفع كانت أحسن وأولى مثال الآن لديه قريب فقير هل يعطي القريب الفقير أو غير قريب وفقير؟ يعطي القريب الفقير لأن إعطاء هذا القريب الفقير صدقة وصلاة نعم نعم كذلك يعني يحرم على الإنسان أخذ الزكاة هذا إذا كان ليس من أهل الزكاة فما يأخذ منها شيء نعم and also a person himself means haram for a person to take the wealth of zakat if he knows that he's not deserving of this wealth نعم أحيانا يأتيك الإنسان بما sometimes somebody comes to you with some wealth نعم هل تأخذ هذا المال أو لا تنظر في حال هذا المعطي إذا كان هذا المعطي فقير ويعرف أنك لست أهل الزكاة فهذا معنا أنه أعطاك هذا المال هدية نعم تأخذ ولا إشكا يعني هذا الإمام الآن يا الله خيرا أعطاني مليون باونت وقال تفضل يا شيخ أنا جزائك الله خيرا أأخذ وأمشي مخفوم جزائه الله خيرا لكن إن غلب على الظلم أنه أعطاني لأني مستحق للزكاة أنا غير مستحق أقول اسمع ترى أنا غير مستحق للزكاة يقول أنا أعرف هذا هذه هدية يا أخي جزائه الله خيرا مخفوم لأن بعض الناس فيما يظهر للناس تراه أنه مستحق للزكاة هو غير مستحق نعم بعض الناس يعني من عادة أنه لا يهتم بلباسه فيضم به الإمام أنه محتاج فيعطيه فهذا لا بد أن نخلم الإمام فأقول اسمع أعطاني محتاج للزكاة ما هذا المال زكاة لا أقولي هدية أعلم نعم أعطاني نعم 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 هذه الزكاة يعني حث للآخرين أو كذا حتى يبتعد عن الرياء لأن الزكاة إذا دخلها الرياء كما في كل العبادات إذا دخلها الرياء لا تقبلنا الصلاة و السلامة نعم وهذهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يجب أن تصدق بصدقة فأخفاها نعم هل أنت حاول أن تبغي عن ذكاة سيدة كلما يجب أن يبلغا وظهر الدكار لكما يجب أن تبغل أخرين لأن هذا هو الواسجρό من يجب أن تبغي عن ذكاة شيء فهذا الأن تبغي عن ذكاة ليس جبما أن أن يُغير الأن وقت لذلك أن هذا يحب ذكاة والأخرين إلى أن يجب أن يجب أضع ذكاة تبغي عن ذكاة تحرص على أن تكون أعماك خالص لله سبحانه وتعالى لا قلي عليه أحمقه بس ouais الله سبحانه وتعالى أن يتقفل مني ومنكم اللهم u가ль wow وصلى الله على النابيه محمد وعلى صحبه وسلم وحزي الله خيرا وكل ما كان سببا في إقامة هذه الدروس بس الله سبحانه وتعالى أن يغزيهم خيرا away ويبارق لهم في أموالهم وأعمارهم وأن يجعلنا مفاتيح للخير والله أعلم وصلى الله على النابيه محمد وعلى صحبه وسلم ذاتوا م掌aling شكرا